تتغدى الحشرة على الأزهار وتفرز كمية كبيرة من الشمع الأبيض على شكل قتال قطنية بيضاء لزجق يغطي النورات الزهرية والبراعم الخضرية كما تفرز مادة عسلية ينمو عليها فطر العفن الأسود وتؤدي الإصابة إلى جفاف الأزهار وتساقطها لمزيد من المعلومات حول هذه الحشرة سأترك لكم تعليقا متبتا لرابط الفيديو وشكرا جزيلا لكم